مساعي ليبية لكسر الجليد مع تونس بعد أن شهدت الأيام الماضية تراشقاً للتصريحات واتهامات بالإرهاب يتخذ رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليبيا خطوة للوراء في أحدث تصريحاته أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن علاقة أخوية تربط بين ليبيا وتونس لهجة تهدئة يستخدمها الدبيبة بعد أيام من تصريحه لأن الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج وهو التصريح الذي ترجم على أنه اتهام ضمني لتونس بأنها جلبت الإرهابين إلى ليبيا عبر الحدود بين الدولتين وفي لقاء بين وزير الخارجية التونسي ونظيرته الليبية أعربت تونس عن استغرابها من تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية فقد أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي أن أمن واستقرار ليبيا من أمن تونس واعتبر المسؤول التونسي أن تصريحات الدبيبة مجانبة للحقيقة مشددا على أن بلاده تعمل للإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا ودول المنطقة وبالنظر إلى الداخل الليبي ينعكس الانقسام السياسي بين الأطراف الليبية على الملفات الخارجية بعد زيارة لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي إلى تونس خرجت تصريحات تنتقد الزيارة اعتبر رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري أن هذه الزيارة لا تمثل وجهة نظر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المشري الذي يعد قياديا في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لتنظيم الإخوان اعتبر أن ما حدث في تونس من تطورات سياسية بمثابة انقلاب